عزيزي المشاهد تعال معاي نكسروا فايلات انت تتوقع كل فايلاتك اللي تاخذهم وناوي تشتغل بيهم تقدر تثنيهم من اسفل الثانية هذه لا يا حبيب فايلات اللي له القدرة لهذا الانثناء والتشكل هي الهيت تريتد فايل اي الكنترولد ميموري فايل صوصا لو كنت تشتغل في مولرز وعندك بعض الانحناءات في القنوات اختار الفايلات المعالجة حراريا تلقى على الباكت مكتوب هيت تريتد فايل من الغلطات الشائعة اللي يغلب فيها اغلب الناس انه يدخل القناة بشكل رأسي بهذا الشكل هذا يعرض الفايل لسترس رهيب في اي لحظة يمصل منك طريقة صحيحة انك تدخل بزاوية عكسية للكنال بحيث ان الفايل يدخل بامان يعني ميز يبكى الكنال دخلت لها من وهكذا وانت بتكشط اكشط وانت خارج مش وانت داخل ميزة الفايل المعالج حراريا غير انه يقدر ياخد الانحرافات هو فايل ذكي يقدر يترنح مع الكيرفات يقدر تثنيه من اسفل وتدخل به في الزوايا الضيقة زي الميز يبكى الكنال في الابر مولر يقدر تضعها في الكنال وبعدين تعدل الديركشن متاعك وتبدأ في ضربات متتالية up and down motion جنبك منكسر فايلات فخلي في بالك كل ما تكون قنواتك منحنية استعين بالسوبر فليكسبول فايلز بين قوسين الهيت تريتد فايلز او ما يسمى بالسي ام فايلز وما تنساش نواة الصعبة زي ما شايفين الان امامنا الامبيتو داخل من الجهة العكسية بشي قدرت نحضرها ونصل للطول كامل الامان دون ان اتأذى ودائما ادخل في حوض من الصوديوم واخرج في حوض من الصوديوم ولا تدخل في القناة وهي جفة تماما